هنوح لكرة اليد سيدات عندنا مواجهة قوية جدا مع نادي الجزيرة ده في الجولة الستة في دوري النخبة أو دوري السوبر لعبنا لعق خمس مطشات فات وكسبناهم الجزيرة الزمالك التراني الشمس سبورتنج بنعيد تاني لأن احنا ست فرق بنلعب رايح جاي فوزنا الرايح الأولاني بنبتدي الراجع بقى اللي هو المباراة الستة مع الجزيرة هنلاعب بكرة مع الجزيرة ان شاء الله على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي أهلي بالجزيرة الساعة أربعة العصر كل التوفيق لكابتن ناحية يوسف ما عليش الكل جود لكل حصان يعني زي ما يقوله كبوة يعني عندنا مباراة الكاس أو خسارة الكاس ان شاء الله مش نهاية المطاف انت عندك بطولات كثيرة أخرى وعندك أيضا ان شاء الله بطولة الدوري الأكبر والأهم دايما ان شاء الله يتوفقوا فيها كابتن ناحية يوسف واللعبات وإحنا كلنا ثق وعارفين أنهما على قدر المسئولية وبالمناسبة احنا خسرنا من سبورتنج في الكاس فرق هدف هدف جينا نكسبناهم فرق تمانية في الدوري يعني الحمد لله فرق المستوى كبير وأكيد بنحترم نادي سبورتنج فريق قوي فريق جيد ولكن فرقتنا يعني الحمد لله رب العامي الأفضل الأفضل ما فيش كلام ولكن هذه هي مباراة الكووس زي ما قلت لحضراتكم دايما بتحمل من المفاجئات الحقيقة أنا واحد من الناس لما بكون بغطي أو بتفرج أو كنت بلعب حتى مباراة كاس كنت ببقى الآن الكاس بيبقى ليها حسابات معنوية أخرى خالوا مباراة وتاخد بطولة فطبعا الفرقة اللي بتبقى ضعيفة بتتأسد وتبقى قوية جدا ليه مباراة أخد بطولة بس هو دا قصة الكاس